هسألك سؤال، واحد لو أنت في إدارة النادي العالي، واحد زي مارسي الكولر ده تجدد معايا مثلا سنتين ثلاثة قدام بعد كل هذي النجاحات؟ طبعا طبعا، أنا مش من هواتي أن تقعدت غير مدرب كل شوية يعني كل مدرب بيجي بفكر جديد بتقدم من الزيرو صح يعني موسيماني كان بلعب بأسلوب معايا، فايلر كان بلعب بأسلوب معايا وإنت جيبت ده بلعب بأسلوب معايا طول ما هو ماشي كويس، يعني بنسبة 80% قليه يكمل، مفيش مشكلة خالصة بالمناسبة، شايف ترتيب مارسي كرة بين المدربين اللي جمع النادي الأهلي تاريخيا كمي أنت قلت للمارفات طبعا، أنت مانو جزير بنسبة لك رقم واحد، بس هو ترتيبه فين؟ يعني كإنجازات أنت تقييمه؟ لا، كإنجازات، أنا تقييمه هو كمدرب، هو مدرب كويس ساعات بيباليها فوات كده، يعني بيعملها، لكنه يعني ده طبيعي، إن أي حد ممكن مدرب كده تت بيبجر ديولة ساعات بيلمة آآ، يعني ساعات ساعب، يعني آآ، في مصر بس ما بتقبلوش الموضوع ده هم بتقبلش أي حاجة آآ، كإنجازاتها فيه موسيماني عمل إنجازات كويسة جداً، خال بطولات كتير موسيماني موسيماني ولا مارسي الكولر؟ لا كولر، آآ، مفكرتش؟ مفيش مدرب أفريكي كويس، آآ يعني، الأفارقة، يعني مفيش حد فيهم مميز أو يعني حتى مدرب السنغال ده عادي جداً آآ، إنت معاك مجموعة أصلاً تلعيبة لو أي حد أنا روحت همررهم همررهم كويس آآ، نفس الكلام مثلاً هو كويس اللي هو مدرب سانداون شوية اللي هو ماكويينة ده كويس كويس، يعني عنده فكر وبيلعب كرة بس لكن برضه إنجازاتك فين؟ آآ، لكن كولر لحد دهوقتي ماشي كويس، يعني لو وصل النهائي ده وكذبه، ماشي كويس جداً آآ، عندك كم إصابات كبير جداً وعندك لعيبة مؤثرة في الفينا مش موجودة وإنت تكسب البطولة، بحاج كويسة جداً نهاردة بيلعب عشرين مباراة على التوالي دون هزيمة، أكتر من أكتر مباراة من منو الجوزيف جيلكم آآ، آآ، يعني منو الجوزيف عمل، إنتو عملتوا مع منو الجوزيف 19 مباراة على التوالي الأفريقية دون هزيمة، النهاردة عشرين مباراة للنادي الأهل دون هزيمة طبعاً هم متعودين من مدربين النادي الأهلي على الإنجازات، ده حالة كويسة يعني عايزة لك سؤال بالمناسبة، إنتو الجيل بتاعكم كل ما نيجي نتكلم إحنا نقول إيه؟ الجيل الزهب للنادي الأهلي، الجيل الأحلام للنادي الأهلي، كلنا كلنا وأنا كمان رأيه، كل الناس، والجيل ده محق بطولات وإنجازات إعجازية، بس دايماً لو نقول جيل الأحلام وجيل الزهب للنادي الأهلي هو الجيل بتاعكم، ليه تفتكر؟ ليه الناس مش قادرة تنساكم رغم إن الجيل ده وتعامل شغل كويس جداً وإنجازات كبيرة جداً هو كانت معادلة صعبة جداً أنت بتكسب وبتمتع الناس بالكورة الكويسة بتاعتك، فدي برضو دي ما خليها الناس يعني كان جزيه أقول لنا إيه؟ عطول إن جميل بتروحتي دي مش كورة دي مزيكة، دي مش كورة دي مزيكة، هو جزيه أعرف الكلمة دي مش كورة دي مزيكة هو كان بلوق كده؟ آه، إنت يعني يقول لك إيه؟ اللعيب ده زي العازف كده، بيعزف بيمتع الناس آه، فهمها؟ فيه مدربين يقول لك إنه أهم حاجة النتيجة مش مشكلة الأداء لا ما هو في الأول الآخر طبعاً أهم حاجة النتيجة طبعاً، بس إنت أما الأداء بيسوق ما بقاش في نتائج يعني أما مثلاً وحش مطش اتنين لكن مش وحش على طوله بتكسب استحالة هتبقى صعبة جداً الموضوع، صح، لكن هو جزيه كان موصل المعادلة دي للناس إنه هو بيخلي الناس تستمتع وفي نفس وقت بتكسب وبتكسب بأداء كويس جداً مع فرقة قوية جداً